مباراة للنادي الأهلي عبر تاريخه أمام الترجي التونس موجود نظري قد أكون صح أو قد أكون خطأ ولكن هذه المباراة التي أداها النادي الأهلي اليوم هي الأفضل في تاريخه أمام الترجي التونس لم أرى على الإطلاق في تاريخ النادي الرياضي المصري النادي الأهلي لم أرى على الإطلاق عملاقا كما كان في هذا اللقاء ولم أرى مسيطرا بهذا الحجم من السيطرة على كل أرجاء الملعب تقريبا طوال 90 دقيقة باستثناء بعض الأوقات الطفيفة للغاية ولم أرى بهذه الغزارة الهجومية الغير مسبوقة أمام فريق كبير وفريق خطير بحجم نادي الترجي التونسي وربما لم يكن التوفيق بين أقدام لعبيه في أكتر من أربع فرص تكاد تكون مؤكدة كان يمكن جدا أن ينتهي بها اللقاء وربما هي كرتين وصلت إلى شريف إكرامي إحدهما قد دخلت المرمى من ضربة ثابتة غير ذلك كان الأهلي في الواقع هو الأقوى وهو الأعلى وهو الأخطر لابد أن إحنا يبعدنا تحليل لأداء النادي الأهلي النهاردة ولازم يبعدنا كده قبل ما نتكلم في الجزء الثاني من التحليل نقول بشكل كده مبسط قوي ليه النادي الأهلي كان بهذه الروعة النهاردة؟ كممكن نطلع خسران بكل اللي أنا قلته ده لأن كرة القدم في النهاية هي التوفيق في اللمسة الأخيرة ولكن إحنا لما نيجي بنحكم بنحكم على الأداء المجمل الأهلي كان شكله إيه على أرض الملعب؟ هل تم مهجمته بكثافة؟ هل تعرض مرمى لخطورة دائما؟ هل فقد وسط الملعب وفقد التلت الدفاعي له والهجومي للتراجي؟ هل لم يكن له أي أنياب هجومية على مرمى النادي التراجي؟ التراجي هذا والتقييم الفني هذا والتقييم الفني أما مسألة إحراز الأهداف فتبقى دائما رهن توفيق المولى سبحانه وتعالى قد تستطيع أن تستحوز تسعين دياء كاملة ويضيع منك عشر أهداف كاملة وتخرج مهزوما بهدف وربما هدفين عندما نريد أن نحلل لا يمكن أن نقول أنك صاحب هذه الفرص الكبيرة كنت الأقل أو كنت الأضعف أو أن الطرف الثاني وكان الأفضل لا نقول كنت أنت الأفضل والأكثر انتشارا والأكثر هجوما والأكثر استحوازا والأكثر خطورة والأكثر فرص ولكن غاب عن مهاجميك التوفيق هذا هو الحوار الفني نادي الأهل النهاردة لعب أمام عشرين ألف متفارك ممكن أصدقائي يزعلوا مني لكن أنا بقولها بمنتهى صراحة نادي الأهل النهاردة لعبيه لعبوا مع عشرين ألف مشاهد ولكنهم مشاهدين على أعلى وأرقى مستوى عشان كده النادي الأهل النهاردة لعلع وجلجل وأدى مباراة العمر مباراة العمر وكان يستحق الفوز برباعية على الأقل لتحسم الموقعة تماما ولكن يبقى زي ما بقول وبأكرر توفيق المولى سبحانه وتعالى في اللمسة الأخير طب إيه سر تفوق النادي الأهل على نفسه النهاردة في الأداء بالرغم لا فيه دوري ولا فيه كاس ولا فيه مباراة ودية وفيه اقتحامات وفيه حكايات وفيه روايات بعد كل ده أدى هذا الأداء الرعب ببساطة شديدة جدا لأنه لعب أمام جمهور واعي لعب أمام جمهور محب لكرة القدم لعب أمام جمهور لم يرهبه لم يخيفه لم يجعل أقدامه مهتزة على أرضية الملعب اللاعب كلنا لعبنا كرة يا إخوانا اللاعب لما يلعب هو مضطرب عصبيا من الجماهير لو هو مين مش يعرف يقدي على الإطلاق ولكن لو لعب أمام جمهور واعي وجمهور محب لشمروخ ولطوبة ولأزازة ولكنز ولسوسة ولنموسة حاجة جميلة 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 جمهور على أعلى 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 مستوى عشان كده شفنا الأهلي النهاردة احنا عمرنا شفنا الأهلي بهذا الشكل الرائع عمرنا ما شفنا النادي الأهلي بهذه السيطرة الميدانية غير المسبوقة على الترجل طول عمر مباراة الترجل كل خمس ست سبع دقيقة كنت تلاقي انفراد تقول يا ساتر وكل 8-9-10 داي تلاقي تزديد على المرمى أو ضربة رأس أو إلى آخر تحط إيدك على قلبك النهاردة فيش حاجة من دي خالص خالص ولولا الخطأ الذي يسأل عنه وحده من وجهة نظري شريف إكرامي ولكن جل من لا يخطئ وأربك لعيب النادي الأهلي اللي عايزين يسعدوا جماهرهم وعايزين ياخدوا البطولة ليهدوها إلى أرواح شهداء أبو سعيد ما كان الأهلي إطلاقا خرج بهذه النتيجة واحد واحد أتصور كان الشوت الثاني سيحرز أكثر من هدف ولكن طبعا حصل ارتباك طبيعي بعد الهدف اللي أحرزه نادي التراجي التونسي على عكس سير المباراة تماما ومن كرة ثابتة زي مقطعا حضراتكم جميعا شاهدتم المباراة إذن يجب علينا كمحللين ويجب علينا كجماهير أن نراجع أنفسنا مرة ثانية ليه الأهلي بدع النهاردة ليه الأهلي سيطر النهاردة ليه الأهلي صالة وجال ولعب مباراة غير مسبوقة في تاريخه مع مش بس التراجي مع أي نادي عربي من الشمال الإفريقي سواء في تونس أو في المغرب أو في الجزائر ودي نبيل معلول في هذه الصورة بيقرأ الفاتحة للشهداء بقول الأهلي لعب النهاردة لأنه لعب ما هواش تحت ضغط عصبي جماهيري من نوع معين ولكنه لعب أمام جمهور بحب طبعا لقطة تحفة قدام حضراتكم شوفوا الجمال وشوفوا الأعلام اللي ما تروحها على المدرج وشوفوا منظر السماء وجمالها في لحظات الغروب الجميلة وشوفوا صور الشهداء وما أجملها وقف الجنة يا رب إن شاء الله 74 بإذن الله أرجع وأقول النهاردة وأنا بركز أوي على اللي أنا بقوله دلوقتي الجمهور اللي حضر النهاردة أرسل رسالة رقي ورسالة تحضر ورسالة امتياز أنا معرفش مين الجمهور اللي حضر ده لكن هو مؤكد من مختلف الروابط عدا أعتقد رابطة الألترس قالتني هيا مش هتحضر معرفش ألترس وينرز حضر ولا لأ معرفش الجماعة مشجعة نادي الأهلي أعتقد الألترس وينرز كان أبو علي بيقول طي يبقى الألترس وينرز حضره وكان أبو علي بيقول التشجيع ربما حضر بردو ديفلز بتوع النادي الأهلي في اسكندريا ما عرفش حضره ولا لأ ما حضرهش الأدام الأدام حسني وحربي والشلة دي كلها حضرت حضر الجريم ماجيك اللي هم جمهور نادي للتحاد السكندري والشلة الحلوة وألترس التحداوي حضر من السويس حضر من الإسماعيلية إيه الرقية بتاعكم ده جماعة إيه الرقية ده جماعة النهاردة الجمهور إدانا قدوة ومثل وعنوان وارجع أقول لا شمروخ ولا طوبة ولا أزازة ولا كنز ولا سب ودي عالم نات الزمالك قدامنا هو ولا ناس العاريانة ولا ناس مديها ظهرها للملعب ولا أي حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها دي بالعكس جمهور خلى الأهلي اللي بيشتغل في هذه البطولة بدون لدوري ولا كاس ولا حتى مباراة ودية مع اقتحامات وقفات واحتجاجات وحكايات وروايات يلعب أعظم مباراة له في تاريخه من وجهة نظري أمام نادي التراج بل أمام أي نادي في شمال أفريقيا سواء كان من تونس أو من المغرب أو من الجزائر ما حصلش ما حصلش في تاريخ النادي الأهلي أنه يلعب تسعين دقيقة ما تروحش إلا كورتين على مرمى شريف إكرامي كان بيتفرج زي وزينا بالزبط ما فيش حاجة خالص خالص وكرة وحيدة اللي هي يعني التسقيطة اللي راحت وتحطت هدف غير كده ما فيش حاجة على الإطلاق إذن شوف مشجع الزمالك وجماله انتهى عصر التعصب ما فيش تعصب في مصر جمهور مصر جمهور متحضر الله عليك يا ابني الله عليك يا ابني نهارده الحقيقة لازم أنا بكلم كل الجماهير في مصر لازم الجمهور اللي حضر ده اللي هو كوكتيل اللي حضر نهارده كوكتيل تقدمهم ألتراس وينرز بقيادة أبو علي وهي رابطة جديدة من روابط مشجع النادي الأهلي وأيضا مجموعة أخرى من الروابط من مختلف المحافظات كانوا على بالإضافة لمشجعين عاديين من محب النادي الأهلي كانوا على أعلى مستوى من المسئولية قدموا لنا صورة حضرية للتشجيع الكروي المثالي حسسونا بقيمة الرياضة وقيمة كرة القدم شعرنا بإن إحنا نقدر نتفرج على مباراة كرة قدم دون أن نشعر بخطورة أو بمأساة أو بمأساة